شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآية الكريمة تحتوي على مقطعين المقطع الأول يتعلق بالذكر والمقطع الثاني يتعلق بالفكر أما بالنسبة إلى الذكر الآيات الكريمة الواردة في ذكر الله سبحانه وتعالى كثيراً هناك آيات تدعو إلى الذكر بنحو مطلق وهناك بعض الآيات تدعو إلى ذكر الله سبحانه ذكراً كثيراً يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَلَكَنَّ الَّذِي يُلْفِتْ وَيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هذه الآية من الآيات المهمة في القرآن الكريم وكل آيات القرآن مهمة الذي يلفت النظر في هذه الآية المباركة أنها لم تحدد للذكر وقتاً معيناً الذين يذكرون الله قياماً في حالة القيام وقعوداً في حالة القعود وعلى جنوبهم في حالة الاضطجاع هذه الآية وإن ذكرت الحالات الثلاث ولكن كما يقول العلماء هذه كناية عن دوام ذكر الله سبحانه وتعالى هذا خلاف المفهوم الشايع عدنا نحن نضع للذكر وقت معين متى نذكر الله عند أذان الظهر متى نذكر الله في الحرم عندما نتشرف بزيارة العتبات المشرف هذه الآية تقول ماك هناك وقت معين لذكر الله سبحانه وتعالى المؤمن ينبغي عليه أن يذكر الله تعالى دائماً وفي كل حالاته قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وفي دعاء كوميل الذي يقرأ في ليالي الجمعة وأوصي نفسي وأوصي إخواني بقراءة هذا الدعاء هذا كنز من الكنوز الآخرين ما عدهم مثل هذه الكنوز لنعرف قيمة هذه الكنوز الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه في دعاء كوميل يقول حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ورداً واحداً وحالي في خدمتك سرمضاً لماذا؟ هذه الآية التي تدعو إلى ذكر الله في كل الحالات في مختلف الحالات قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم يعني في كل الحالات في كل وقت لماذا؟ أنا أذكر نقطة واحدة فقط تتعلق بدوام الذكر وهذه النقطة الإنسان إذا غفل عن ذكر الله لحظة واحدة فهو معرض للسقوط ما أعلم أنتم شايفين في الطرق الجبلية الخطرة التي تحيط بها وديان سحيق إذا هناك سائق يسير في هذا الطريق الجبلي صعوداً أو هبوطاً هذا يجب أن يكون في نهاية اليقوى ونهاية الانتباح إذا هذا الرجل لحظة واحدة غفل أو لحظة واحدة نام ما هي النتيجة؟ النتيجة هذه السيارة يمكن تنحرف عن المسير وتسقط في ذلك الوادي السحيق وينتهي هذا الرجل وينتهي كل من معاه إحنا في الحياة وبالذات الشباب نعيش هذه الحالة إذا واحد غفل عن ذكر الله لحظة واحدة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الدعاء المعروف كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً لحظة واحدة النبي على ما ببالي في ليلة خمسطعش شعبان فقدته إحدى زوجاته فبحثت عنه فوجدته ساجداً في مكان يبكي وهو يقرأ هذه الكلمات اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً لحظة إذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظة تكون نهايتها ولذلك نحن لن نمشي في الحياة مسترسلين عندما تدخل في البيت الرجل يدخل في بيته إذا اللحظة يغفل عن ذكر الله الذكر مو يعني الذكر اللفظي الذكر الحقيقي هو الذكر القلبي ولذلك العلماء في هذه الآية يقولون أذكر الله يعني بقلوبكم الذكر اللفظي مظهر للذكر القلبي الذكر العملي مظهر للذكر القلبي هذه كلها أفرع والقلب هو المنبع القلب جداً مهم الرجل عندما يدخل في بيته لحظة واحدة إذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظة تكون لحظة سقوط هذه المشكلات العائلية الموجودة كيف تنشأ المشكلات بين الرجل والمرأة الرجل يظلم المرأة المرأة تظلم الرجل الرجل يظلم أولاده المرأة تظلم أولادها الأولاد يظلمون أبويهم الشريك يظلم شريكه كيف يتم مضادك على أثر غفل واحد الشيطان فد عدو قديم متربص بنا ومن شوفه هذه مشكلة هذا العدو إذا عدو واحد يشوفه يأخذ الحذر أما أنتم تمشون في طريق عدوكم مو معلوم وين مو معلوم كيف يهاجمكم متى يهاجمكم الإنسان عندما يغفل عن ذكر الله لحظة واحدة الشيطان يقتنصه في هذه اللحظة أكو روايات أنه الرجل عندما يدخل في بيته الشيطان يحرضه على زوجته ويحرض الزوجة على زوجها كما أتذكر واسم الشيطان مذكور في الروايات هذا الشيطان يجي ينتهز هذه اللحظة ويسقط المؤمنين لذلك يجب أن نلتفت نحن في ساحة حرب هل تروني ساحة الحرب؟ ساحة الحرب في كل لحظة واحد معرم للموت منطقة العلمين المليئة بالألغام كل خطوة تخلوها يمكن لهم ينفجر هذا الشكل يجب أن نمشي في الحياة نمشي بيقضى نمشي بانتباه أحد الأخوة قبل كم يوم نقل لهذه القضية؟ هذه القضية عبرة لنا الرجل اشتغل مدة طويلة مضمون القضية اشتغل مدة طويلة وجمع ثروة كان مخليها يمكن في البنك حتى يشتري بيتاً الآن هذا شقد مشتغل؟ عشرين عام، ثلاثين عام، أربعين عام مو معلوم مو معلوم أخذ المال وجاء به إلى البيت حتى يذهب ويشتري بيتاً بيت مستأجر أو بيت مثلاً أبو كذا عدهم طفل صغير الآباء وضعوا لمصلحة أولادهم وكذلك الأمهات ما إلهم حق يتعاملون معهم بمنطق التشفي والانتقام حرام من الناحية الشرعية الأبو راح إلى مكان عدهم موقد نار شتكان كما يبدو الطفل الذي لا يفهم لا يعقل ما عنده إدراك وإذا به يأخذ هذه النقود الورقية ويلقيها في النار تحترق كلها الآن أنتو إحنا خلنا نصور نفسنا في هذا الموقع دخلت في هذه الغرفة وإذا بالأموال خصيلة العمر كلها انتهى ماذا نفعل؟ إذا واحد يتذكر الله أكو الله أكو آخرة أكو قيامة الجد رحمه الله كان يقول واحد كل عمل يعمل لازم يشوف عند جواب لهذا العمل في الليلة الأولى من قبره لو ما عنده جواب عندنا جواب لو ما عندنا جواب وإذا بهذا الرجل يهجم على هذا الولد الصغير ويأخذه ويرفعه ويرميه على الأرض مات الطفل فقد الرجل بيته وولده الإنسان في لحظة واحدة يتحول إلى قاتل إذا غفل عن ذكر الله وقضية أخرى أنا كنت أمشي في هذا الزقاق جاء أني شاب مؤمن متدين هذه كلها عبر لنا قال لي أنا قتلت ولدي فما هي وظيفتي الشرعية قلت أنت قتلت ولدك قال لي الإنسان بلحظة يتحول إلى قاتل قلت له كيف قال زوجتي وضع الطفل الرضيع عندي الطفل أخذ يبكي 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 حتى فقدت أعصابي طفل أيام أو أشهر عمره فرميته على الأرض ووجدته ميت والآن أنا شنو وظيفتي من الناحية الشرعية الحياة تحتاج إلى دق وتحتاج إلى يقضى وتحتاج إلى انتباح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا الفِكْر إن شاء الله ندعه لمجال آخر وفي هذه الآية الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هذا الفكر وهذا الالتفات يقل إنسان من عذاب جهنم ينبغي علينا ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذه البقعة المباركة أن ننمي هذه الحالة في أنفسنا السيد حسن القمي المرجع المشهور الموجود الآن في مشهد رأى في عالم الرؤية مناماً أفزعه أنقل جانب من القضية رأى أنه في حرم الإمام الرضا حتى عندما تدخلون الحرم حتى عندما أنتم في الطريق إلى الحرم يجب أن نكون في حالة التفات رأى أن رجل من المتدينين دخل في الحرم والإمام الرضا صلوات الله عليه جالس فوق الضريح أو في داخل الضريح فجاء هذا الرجل المتدين المؤمن وصوب سهماً إلى الإمام الرضا ورماه ثم انتقل إلى الجانب الثاني ورمى الإمام الرضا بسهم ثاني ثم ذهب إلى الجانب الثالث ورمى الإمام بسهم ثالث وسهم الراب من الجوانب الأرب فقام السيد القمي فزع مرعوب ما هذه الرؤية رأت ذاك الرجل المتدين قال في الواقع أنا شايف حولك رؤية وما أعلم شنو معنى هذه الرؤية وأنا أخاف على آخرتك انت راجع حساباتك ليكون في حياتك إشكال خلال قال ذلك الرجل وما هي الرؤية قال ما أتمكن أنقل لك هذه الرؤية من فضاعتها وهولها ذاك الرجل أصار على السيد القمي فنقل له الرؤية فأخذ الرجل يبكي قال في ذلك اليوم دخلت حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه هذه القضية يمكن ما لقبل أربعين عام ورأيت فتاة هذه لحظة الغفلة فوضعت يدها على يدي هذا في الجانب الأول من الضريل وفي الجانب الثاني وفي الجانب الثالث وفي الجانب الرابع أربع مرات قال هذه كانت السهام التي وجهتها إلى جسد الإمام الرضا صلوات الله عليه قال هل لي من توبة؟ قال نعم إن توبت توبة حقيقية تاب الله عليك نحن ينبغي علينا في كل موقف وفي كل موقع أن نذكر الله سبحانه وتعالى وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر وأن الإمام الحجة وهو إمام زماننا وولي أمرنا حاضر وناظر فلا يكن الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ سبحانه وتعالى فأنارت الأفهام بالآياتي أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر